ولكن لما جاء ملء الزمان لما اكتمل الزمن في الوقت المعين في التحديد المعين فكل الأمور اكتملت واجتمعت عند ولادة يسوع المسيح لكن الله كمان بيلعب دور مهم في الأحداث التاريخية لم يولد المسيح قبل ولم يولد بعد ولكن ولد المسيح في الوقت المعين مع أنه كان في فكر الله مع أنه في نبوات كثيرة ولكن أراد الله أن يولد المسيح في ملء الزمان ولد المسيح في ظروف تاريخية طبعا كلها ساعدت في هذه الولادة فاليهود كانوا مستعمرين من الرومان كانوا تحت العبودية الرومانية وطبعا الله استخدم هذا الزمن إذ كانت الإمبراطورية الرومانية حاكمة كل العالم القديم والرومان أحبائي بنوا طرق كثيرة حتى توصل كل العالم بروما لكن شيء مهم في أيام أغسطس قيصر كان بحاول ينشر ما يسمى باكس رومانا أي السلام الروماني في العديد من الدول أعطى الحكم الذاتي أوتونومي في كثير من الدول وفي بعض الأماكن أعطى كمان الفرص أن يمارسوا العبادة الدينية فالرومان كانوا أعطوا هذه الصلاحية فأيام أغسطس كان فيه نوع من التسامح شيء آخر أن الرومان كانوا بيعطوا الجنسيات الرومانية وهذا بساعد طبعا ساعد على انتشار الإنجيل نشوفها من خلال بولوس الرسول لكن مش بس الله استخدم القوة الرومانية الرب استخدم الحضارة الهلينية فاللغة الرسمية كانت اللغة اليونانية والفلسفات اليونانية كانت منتشرة في كل مكان منها فكرة اللوغوس الكلمة العقل الإلهي وطبعا العهد القديم ترجم للترجم السبعينية اللي هو باللغة اليونانية والعهد الجديد كتب باللغة اليونانية حتى يسهل ويساعد انتشار الإنجيل عن طريق الطرق الرومانية اللي بنتها الرومان شيء الثالث وأهم شيء في كل الموضوع أنه المسيح كان لازم يولد في مكان اللي شعب بينتظر المسيح فالشعب كان بينتظر كان عنده الوعود كان عنده النبوات كان عنده العهد كان عنده الاشتراع كان عنده النموس وكان عنده الذبايح كان في الهيكل بمارسل أعياد والذبايح اليهودية فالمسيح جاء لشعب كان بينتظر وهي الدور اللي هو الخلفية اليهودية فحنا قلنا القوة الرومانية الحضارة الهلينية والخلفية اليهودية ساعدوا في مجيء أو الظروف التاريخية لولادة يسوع المسيح في مل الزمان موسيقى موسيقى موسيقى